هنا بقى عايز أخدك ونروحها لفين؟ أنا الحقيقة عايز أقولك إن أنا توقعاتي لاختيار السنة دي إنه هينطلق إلى عنان السماء الاختيار بالتحديد وجنبه خد العائدون بس أنا بركز معاك على الاختيار ليه؟ أقولك أنت عارف فيه جزء كده من صناعة السينما والدراما يسمى الكاستنج اللي هي اختيار الممثل اللي هي الجسد الشخصية سواء بقى إذا كانت هذه الدراما أو هذا الفيلم مبني على أحداث وشخصيات حقيقية أو إذا كانت ضربة من ضروب الخيال يعني لو كانت كلها خيال الكاتب فأنت برضو لازم تختار ممثل يعرف يزبط الشخصية قوي الشخصية اللي مكتوبة دي بتبقى مكتوبة الكاتب والسيناريست عاوز يحولها اللحم ودم المخرج الشاطر وهو قاعد مع زملائه وبيعملوا عماية الكاستنج اختيار الشخصيات يعني ده ممكن يبقى فيه عندك عشرين موهبة جارفة بس مين اللي ينفع للشخصية دي؟ هي دي الشطارة بالمناسبة شطارة قوي كمان طيب لما تيجي تاخد ده وتحطه على شخصيات وقعية ومسلسلات أو أفلام هي جزء من الواقع القريب جداً اللي سيادتك عشته فأخطر 96 ساعة من تاريخ مصر من سنة 1952 من بعد صورة يوليو بالتحديد حتى هذه اللحظة أخطر 96 ساعة لا ينافسها في هذه الخطورة سوى خطورة وقت معارك وحرب 1973 الفترة بتاعة انهيار جماعة الإخوات الكاستنج اللي معمول مش بس على الشكل خد بالك الأداء يعني الأداء بتاع خالد الصاوي وهو يجسد خيرة الشاطر الأداء بتاع عبد العزيز مخيون وهو يجسد محمد بديعة الأداء بتاع كل شوف طبعا ده ما حفظ الألقاب قوي 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 للأسازة الكبار جداً يعني الشخصية بتاعت كريمة عبد العزيز والشخصية بتاعت أحمد عز الشخصية بتاعت أحمد السقة الشخصية بتاعت ياسر جلال أنا هنا بكلمك على واقع أنا وسيادتك عشناه وأنا تذكره جيداً يعني مروراً بالشاب اللطيف الظريف اللي النهاردة مثلاً عنده عشرين سنة هقولك أقل خمستاشر سنة أنا متكلم على حاجة حصلت تقريباً من ثمان سنين سبعة تمانية تسعة بتسعة سنين آه لو شاب عنده عشرين سنة نهاردة يتذكر لما كان عنده حداشر اتناشر سنة هذه الأيام واللي مرت بمصر هذه اللحظات شديدة الحرج وازاي عرفنا نهدم أقوى وأكبر وأشرص وأخطر جماعة إرهابية تتلاعب بالدين وتؤول العقيدة في تاريخ الأمم الدينية على مستوى العالم دي أخطر جماعة دي جماعة أخطر مما يصفه البعض بفرسان المعبد في القرونة الوسطى على سبيل المثال دي جماعة أخطر من الخوارج الأوائل اللي عملوا الفتنة الكبرى وقتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه دي جماعة الأخوان التعاملات اللي حصلت كم التوتر الشديد كم الخطورة اللي تعاملت بيها كل الشخصيات الحقيقية التجسيد اللي حصل في الاختيار بيخلي الاختيار تلاتة احنا شوف احنا كنا فرحانين بالاختيار واحد قد ايه وبعدين طلعنا السماء بالاختيار اتنين وكنا مش مصدقين ان في حاجة أجمل من كده لا يرحم شهدقنا يا رب وبعدين تشوف بقى الاختيار تلاتة هو واضح ان الكيرف قاعد عمال بيعلى فخليني بس اشكر فعلا الشركة المتحدة على اسرارها الدائمة انها تقدم لنا منتج راقي ودي حاجة مهمة قوي ومنتج مهم ومنتج يملى الدماغ بجد ويجلي كده النفس من جوة